والله إني لا أستطيع أن أتصور كيف يرضى الليبيون عندما يكون هناك في تركيا سلع نستطيع أن نستوردها أي سلع استهلاكية ونحن دولة مستهلكة حليب طن أي سلع دواء عندما تكون متوفرة هذه السلع في تركيا أستغرب وألفت نظر وزير الاقتصاد لهذه المسألة فإنها تعنيه وتخصه كيف يسمح باستراد الدواء من الإمارات ويترك الدواء التركي كيف يسمح بشراء الدواء من الأردن كيف يسمح بشراء السلع من مصر وهم يقتلوننا كل دولار تحوله لهم يا وزير الاقتصاد ويا أيها المستهلك أيضا ويا من تفتح الاعتماد كل دولار تحول لهؤلاء القتل المجرمين فإنه سيعود إلى صدرك رصاصا ويشترون به المرتزقة ويقتلون أولادكم فلابد هذا أضعف الإيمان لابد أن تقاطعوهم وأن تساندوا الدولة التركية كل السلع المتوفرة في تركيا ينبغي أن يقتصر استراد السلع منها وإذا كان السلع غير متوفرة عندها فنبحث عن دولة على الأقل على الحياد لا نشتعي من فرنسا لا نشتعي من هؤلاء المجرمين الظلم الذين يقتلون بأن أبحث عن دول في شرق آسيا، اندونيسيا، ماليزيا، الباكستان دول أي دول أخرى مسالمة هي التي يمتدع وإذا كفيني أدعو وأكرر الحكومة وأرجو وأطلب وآمل أنها تتجاوب مع بنود الاتفاقية التركية الليبية بجوانبها المختلفة الاقتصادية والأمنية والتعاونية التي يعود منها النفع إلى تركيا فإن تركيا كما بذلت من نفسها ومن ناسها ومن سلاحها ومن قواتها ومن خبرتها لنصرة الشعب الليبي بطريق مشروع وليس بطريق خيانة ولا خداع كما يفعل الآخرون وهي تقول ذلك علنا ولا تتستر ولا تبالي بالمخالف فيجب علينا أن نرد إليها الجميل هذا ينبغي أن نضعه في حسابنا